احنا ايامنا ما كان دايما نقول ايه بركات وشادي دول هم اكتر اتنين يعني لزاز في الفريق دايما نتخليك ايه يخليك تطلع دايما برا التوتر وبرى الاجواء الصعبة وكذا وكذا مين اللي شبيه ببركات وشادي في ذلك الوقت دلوقتي يعني في الحقيقة ما قدرش حدد شخص بعينه لكن هو ما دي حاجة عامة ممكن لسترامهم للمدارب ولمدير الفاني pero parecen todos la verdad que es un grupo bastante divertido bastante alegre لكن الفريق هو سعيد وظريف y siempre hay alguno no es más de uno hay varios que son capaces de hacer una broma كثير من اللعبين بعملو فكاها وموسحا مع بعض o romper esa presion ese ambiente a veces ويحاولوا يكسروا يكسروا دايما التوتر والضغط الموجود في لعبة الكورة أنا عارفين يعني إن واحد زي سعد سمير مثلا هو أقرب الناس أو الناس عارفة قدي هو بيهزر وبيضحك وطبعا خارج الملعب وخارج المباليات الهم ولكن أنا أصد في الحياة العامة يعني ما عملش يعني حضركم شفتولوش أي موقف كده قبل كده بصو بيضحك على طول بصو بيضحك معنا إحنا هو جدي جدا في الملعب pero si me doy cuenta que por ejemplo cuando termina el almuerzo أو hay mucha gente alrededor de سعد evidentemente bueno debe ser divertido escucharlo أو tiene cosas que decir que eso es importante أكيد بيكون عنده حاجات يقولها أو بيكون هو زريف مع زملائه طبعا كودش بما إنك يعني بتقعد معاهم دائما بتقعد مع اللاعبين هل بتتدايق من الموضوع ده ولا أنت شايف إنه موضوع طبيعي بيحصل مع كل الفرق إن لعيبة تهزر ولعيبة تتحك لأن الناس بتحب تعرف الكلام ده هما شباب في وقت وقت يكون جد هما شباب وده وقتهم بكرة مش هكون سنهم نفس السن ولازم يحتفظوا بقا وقت سعيدة يفتكروها للمرحلة في وقت الكل حاجة أنا دايما عندي حاجات كتيرة جدا نقدر أقول بس أقول بيني وبينك مش أقول على الهواء يعني عشان إيه تبقاش المواضيع الصعبة موسيقى